بأكثرية عددية بلغت 351 صوتاً وبعد أربع دورات اقتراعية أصبح أنطونيو تاياني رئيساً للبرلمان الأوروبي خلفاً لمارتين شولتز وقال بعد انتخابه كان الاقتراع ديمقراطياً وسوف نكون رئيساً لكل البرلمانيين الأوروبيين وسنتعاون مع كل الكتل البرلمانية الأوروبية ويمكنكم الاعتماد على جهوزيتنا التامة أنطونيو تاياني انتخب نائباً في البرلمان الأوروبي للمرة الأولى عام 1994 برلماني يميني من مجموعة نواب حزب الشعب الذي يشكل الأكثرية البرلمانية الأوروبية فوز أنطونيو تاياني برئاسة البرلمان الأوروبي تأمنا بعد أن انضمت انتخابياً إلى مجموعة حزب الشعب مجموعتان نواب الليبراليين والمحافظين في البرلمان الأوروبي